سمكة البلطي الجهاز الشرياني الجهاز الشرياني في سمكة البلطي نظراً للبيئة التي تعيش فيها الأسماك فتحور جهازها الدوري الشرياني والواريدي لملاءمة هذه البيئة كباقي الأجهزة الأخرى فما هي طبيعة هذه الأجهزة؟ أولاً الجهاز الدوري Circulatory System يتكون القلب في سمك البلطي من ثلاث حجرات وهي جيب وريدي رقيق الجدران Sinus venesis أذين رقيق الجدران Oracle بطين سميك الجدران Ventricle ولا يوجد مخروط شرياني كما هو الحال في كلب البحر وإنما يوجد فقط انتفاخ في قاعدة الأبهر البطني يسمى بالبصلة الشريانية وهي ليست جزءاً من أجزاء القلب ولها جدار مر وليس عضلياً لذا فهي تعتبر انتفاخاً في بداية الأبهر البطني وظيفتها المحافظة على ضغط الدم في الأوعية الخيشومية حتى تساعد على عملية التنفس ثانياً الجهاز الشرياني Arterial System يمتد الأبهر البطني للأمام في منتصف الخط البطني للبلعوم ويعطي أربعة أزواج من الأوعية الدموية الخيشومية الواردة تحمل الدم غير المؤكسد إلى الخيشيم حيث يمرون من خلال أربعة أزواج من القبان الخيشومية وبعد حدوث عملية تبادل الغازات يمر الدم المؤكسد من الخيشيم عن طريق أربعة أزواج من الأوعية الدموية الخيشومية الصادرة وتتحد هذه الأوعية لتكون الأبهرين الظهريين الجانبيين فوق منطقة الخيشيم حيث يتحد الأبهران الظهريين الجانبيين من الأمام ومن الخلف ليكون حلقة رأسية أعلى منطقة البلعوم تعطي الحلقة الرأسية من الأمام الشريانين السباتيين لمنطقة المخ وفي الخلف تكون الأبهر الظهري الوسطي يجري الأبهر الظهري الوسطي للخلف في الخط الوسطي الظهري أسفل الفقرات بطول تجويف الجسم ويعطي عدداً من الأفرع حيث يعطي في الأمام الشريان السلياقي المسارقي الذي يوصل الدم للكابد والمعدة والأمعاء والمناسل وبعد ذلك أزواج من الشرايين الكلوية للكلاء وفي النهاية يمتد الأبهر الظهري في منطقة الذيل كشريان ذيلي يجري من خلال الأقواس الدموية ثالثاً الجهاز الوريدي Venius System وتمثل في أوردة متسعة لذا يطلق عليها جيوب وردية يتجمع الدم غير المؤكسد من منطقة الرأس في جيبين رئيسيين أماميين وتجمع الدم من المنطقة الخلفية للجسم في جيبين رئيسيين خلفيين تتحد الجيوب الأمامية والخلفية في قناتين كيوفيتين يمنى ويسرى تفتحان في الجيب الوريدي للقلب يتجمع الدم من منطقة الحزام الصدري والزعنفة الصدرية في الوريد تحت الترقوي ويتجمع الدم من منطقة الحزام الحوضي والزعنفة الحوضية في الوريد الحرقفي كما يوجد جهازان وريديان بابيان كلوي وكبدي وأخيرا يتجمع الدم من منطقة الذيل في وريد ذيلي فيمر هو الشريان الذيلي من خلال القوس الدموي للفقرات ذيلية موسيقى